أعلنت الأمم المتحدة الأحد الماضي عن جانب من جوانب الكارثة الإنسانية في اليمن بالقول إن أكثر من خمسة ملايين مواطن في اليمن يحتاجون لمساعدات ويعيشون في مناطق يصعب الوصول الإنساني إليها ورد ذلك في تغريدة نشرت على حساب تويتر الخاص بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن أوتشا وبحسب الأتشا فإن هؤلاء المحتاجين الذين يصعب الوصول إليهم يعيشون في خمس وسبعين منطقة يمنية ويمكن التأكيد أن غالبية هؤلاء المنكوبين إنسانيا يتواجدون في الأرياف غالبا وفي مناطق التماس بين التواجد العسكري للأطراف المتحاربة وفي أكثر من مناسبة تزعم الأمم المتحدة أن فرقها الميدانية دون الوصول إلى الفئات المستهدفة كالعادة لا يجرؤ المعنيون في الأمم المتحدة خصوصا العاملين في الشأن الإنساني على تسمية من يعرق الوصولهم إلى مستحقي الإغاثة ولا من يسيطر ميدانيا على آليات التوزيع ويحتكرها لمصلحته وأتباعه في المقابل تستمر معاناة الملايين معزولين تماما عن الاهتمام الإنساني من كل الأطراف وكل طرف مستعد بتعديد مبرراته تجدر الإشارة أن مناطق الريف تعتبر الطرفا أكثر تضررا من غياب المساعدات أو شحاتها وللأسف تواجه وسائل الإعلام صعوبة في الوصول إلى من هم في مناطق سيطرة ميليشي الحوثي بينما الأريف في نطاق شرعية تعيش معاناة مزدوجة تتمثل في انعدام الخدمات وانتشار البطالة رغم أنها محررة كما يقال